من الأسئلة هنا يقول ما حكم الزوج الذي يتزوج على زوجته دون علمها دون أن يخبرها نص الشرع على جملة شروط في الزواج ولم يذكر منها اشتراط إخبار الزوجة الأولى وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجات ولم ينقل أنه كان يستأذن أحدا من نسائه يعني لما تزوج زينب هل تستأذن عائشة مثلا يعني لما تزوج صفية استأذن زوجاتي الأخريات أو أحدا منهن ما نقل إذن ليس شرطا ليس شرطا وكذلك أصحاب رضي الله عنهم تزوجوا ولم ينقل عن أحدا منهم أنهم استأذن ولذلك ما ذكر وقال العلماء من أراد أن يتزوج الثانية فلابد أن يستأذن الأولى طيب غالب أنها عندها غير مات سترفض وذاك هذا ليس شرطا ولا شيئا يعني واجب في الشرع لكن من حكمة الرجل أن يمهد أنت الآن ستدخل عليها بره وهذه سيكون لها يعني الآن ستجد شيئا لا تألفه هي كل وقتها معك وكل ليلة أنت عندها الآن ستذهب تتركها ليلة وتذهب تتركها ليلة وتذهب طيب هذا ما يحتاج إلى تمهيد؟ يعني أليس من الحكمة؟ التمهيد المداراء المراضاء تعطيها شيء بالكلام الطيب يعني ترى اللسان هذا والله لو واحد استعمل واستعمالا صحيحا يجيب الأعاجيب يجيب الأعاجيب فلذلك نقول صح هو ما يشترط أنك تستأذنها ما يجيب عليك شرعا لكن يعني كلام من هذا وشوية مال من هذا يصنع الأعاجيب ترجمة نانسي قنقر